طيب وبالنسبة للأهالي برضو اللي بيسألوا يعني فيه ناس إسماعيل أنا بسأل بالنياب عنهم آه طبعا إن فيه ناس يقولوا مثلا إيه ما وحصل تطور وفيه ناس بيتلبس عدسات لسقة وهكذا وفيه أطفال بتلبس عدسات نعم ممنوع نلبس للأطفال عدسات لسقة عدسات لسقة ده ابتداء من سن 16 سنة حتى العدسات اللسقة للأطفال مش ممنوع عشان هي بس مضرة لا إحنا يعني العدسات اللسقة لها قطر معين فقطر بتاع العدسة ده في الأطفال مش متحق مش متحق فما ينفعش أنا ليه بسأل السؤال ده لإني فيه بعض السيدات والشابات بيستخدموا العدسات اللسقة الملونة يعني مش للإبصار أيو يعني اللي كانوا من أنواع أدوات التجميل يعني فبيبقى عندهم بنات أو أولاد وخاصة لو بنات صغارين بيبقوا فاميليار أو بيبقوا عندهم ألفة مع فكرة أن ماما بتحط العدسة أو بتحط حاجة في عينيها فلما بنيجي نقول للأطفال يلبسوا ندارة بيبقى الأطفال عايزين نفس التقنية فيعني مشكورة حضرتك أنك شرحتي وبنشرح للأمهات برضو الأباء عشان ما يقولوش طب ليه ما يعملوش عدسات ما فيش عدسات ما فيش تصحيح إبصار برضو في الأطفال إلا ما فيش تصحيح إبصار اللي هو بالليزك ولا بالليزر إلا في حالات ندرة أوي 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 وده نتيجة عدم استقرار شكل العين لسه بالضبط مش عشان إحنا مش عايزين وعدم استقرار النظر النظر بيفضل يتغير لغاية سن 21 سنة عشان كده بداية تصحيح الإبصار اتداء من 21 سنة فيما فوق لازم النظر يبقى مستقر لو النظر مش مستقر حتى بعد 21 سنة ينفعش يعمل تصحيح تمام طيب بالنسبة للأطفال اللي عندهم المشاكل في الإبصار اللي هي ليه علاقة زي بالاستجماتيزم أو طول وقصر النظر في نفس العين اللي هو تفاوت حدة الانكسار أيوة بالضبط تفاوت حدة الانكسار هل هنا المسألة يعني النظرات اللي بنسميها المالتي فوكل أو اللي هي اللي بتبقى بتصحح في نفس الوقت بتبقى مناسبة للأطفال برده ولا لأ الموضوع بيبقى أبسط شوية مع الأطفال لأ هو مالتي فوكل دي يعني كلمة شوية للأشخاص بعد 40 سنة بعد 40 سنة كويس لكن قبل كده لا الطفل بيلبس النظارة اللي هي العادية على حسب تفاوت حدة الانكسار بتاعته سواء هو عنده طول نظر أو قصر نظر أو أستجماتيزم اللي هو الكلمة اللي بتخد دي اللي هو الناس يعني ده تقول لنا يعني إيه أستجماتيزم يا دكتور الله عشان برضو ناس تتطم أستجماتيزم ده على فكرة معظم الناس اللي عندهم مشاكل في حدة الانكسار بيكون عندهم أستجماتيزم بالضبط هو الناس فهمة أنه برضو أنه الاستجماتيزم ده إيه ده يعني أنا ما عنديش كده مشكلة فالنظر من عندي استجماتيزم بس أيوة هو بس مبدأين عايزين نشرح للناس أن المشكلة كلها في حرف الايه الأولاني يعني هو الاستجماتيزم والأستجماتيزم عشان بلنا اشرحيننا بقى يعني إيه الاستجماتيزم الاستجماتيزم ده نوع هو نوع من ضعف الإبصار متعدد البؤر يعني الشخص ما بيقدرش يبقى شايف ولا القريب كويس ولا البعيد كويس كده بمنتهى البساطة وفي الأطفال هو أخطر نوع من أنواع ده في النظر لأنه هو ممكن قوي يؤدي للكسل في العين والكسل ده بالتالي ممكن يعمل حاوة أو يؤدي لحاوة يعني علاج الاستجماتيزم عند الأطفال ده ضرورة ضرورة قاطعة وليست رفاهية يعني ضرورة قاطعة زي ما حدثت بتقولي لأن في ناس كتير تتعامل مع ولادها برضو يقولوا ده إحنا ابننا أو ابنتنا تشخصنا عنده أستجماتيزم دي حاجة بسيطة مفيش هنا مفر مفيش هزار مفيش هزار